محطات المحاولات ده بيبين أيضاً القدرة بتاعة المحطات في الـ 500 زاودنا 180 في المية الدي الزيادة في الـ 220 زاودنا 110 في المية في الـ 96 زاودنا الـ 60 في المية وهكذا يمكن في الفتتاحات النهاردة نتكلم عن المحطة بتاع كهرباء إسنا جهد 220 كيلو فولت على 66 دي المحطة يعني همشي فيها بسرعة باعتبار أن احنا هنقولها في الافتتاحات إن شاء الله أيضاً في توسيع محطة محاولات بنبان إحنا بجينا نشغل بنبان اشتغلنا الأول على محطة 22 كيلو فولت وبعدين رفعنا هذا الرقم إلى محطة إلى مستوى الـ 500 كل ما بنرفع كبان الجهود كل ما بتخلي الشبكة موري ستيبل يعني أقوى وفي نفس الوقت تمكننا إحنا النهاردة عندنا بنية أساسية في محطة بنبان هي القدرات بتاعتها 1465 لكن نقدر نزود إلى 2000 ميجا إحنا لسه ما زودناش فيها الكلام ده لأن احنا منتظرين أيضاً بالوقت أسعار بيع الطاقة الكهربية أو الشراء الطاقة الكهربية من المنطقات الشمسية بتنخفض فإحنا بسيطة أننا عندنا حوالي 500 ميجا إن شاء الله كمان لما الأسعار بتاعتنا تصل إلى شيء كمان يبقى بيري كومبتتف يعني منافس جداً إن شاء الله هندخل فيها ومش هنصرف مليم بعد كده على البنية الأساسية لأن البنية الأساسية تقدر تشيل هذا الكلام دي برضو فتحات اليوم إن شاء الله دي محطة بنبان المحطة المحولات التكريسية الإستثمارية فيها عبارة 440 مليون جنيه أنا حب برضو أنوح على حاجة مهمة جداً إن هذا الكلام تم أيضاً بالمشاركة المستثمرين في المحطة في حاجة اسمها يعني المحطة كان فيه تمويل من كل المستثمرين المصريين والأجانب اللي موجودين في المحطة يعني ساهموا في إنشاء هذه المحطة برضو حاجة مهمة جداً نحن عملناها ما كانتش موجودة قبل كده إن إحنا جبنا محطات محاولات متنقلة لأنه برضو اكتشفنا بعض أحيان المحطة عشان تبقىنا بتاخد لها ممكن إنسان عبارة ما نعمل القردر وتصنع المعدات وتيجي بتاخد لها فترة من الزمن فإحنا عملنا واشترينا مجموعة من محطات المحاولات المتنقلة بحيث إنه ممكن في خلال شهر عاوزين محطة قدرات معينة طبعاً دي مش قدرات كبيرة لأنه بتصل المحطة الوحدة حوالي 40 ميجا تقريباً لكن نستطيع نروح نقلنها في المكان نقدر ندي كهربة لغاية ما نقدر ننشئ المحطة اللي موجودة فيه هذا المكان